تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلبي سبورتي اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد مستقبل يورغن كلوب بعد ليفربول نشرنا قبل أسبوع تقريبا مستقبل بيب غوارديولا بعد مانشستر زيتي ولاقل الحمد لله تفاعل منكم كويس طيب غوارديولا انت بتحكينا عنه يا عواد لأنه الرجل حكي أنا طالع بـ 23 ليش بتحكينا عن كلوب؟ بنحكي عن كلوب لأكثر من سبب أول سبب الرجل الآن في ليفربول طلع بأكثر من تصريح معناه أنه الآخرين عندهم أفضلية عليه غوارديولا سولشاير توخيل عندهم أفضلية سوق الانتقالات السنة الأخيرة بهذا السوق جابوا له كوناتي ومع عودة فاندايك ومع عودة ماتيب أصبح كأنه هو فعليا بس عزز عمق التشكيل وما عزز التشكيل الأساسي بشيء أيضا هناك صحفيين إنجليز محيطين أو مقربين من الرجل بلمحوا أو بتحدثوا بشكل أو بآخر أنه عدم تجديد عقد محمد صلاح سيكون مثابة الضربة القاضية للعلاقة بين كلوب وليفربول وهذا شيء للعلم ناس قريبين من صلاح عم تحكيله إعلاميين أنا بعرفهم أيضا إنه تجديد عقد محمد صلاح حاسب مش بس لمصير محمد لمصير يورغين أيضا إذن ممكن كلوب يطلع وممكن يطلع بـ 22 مدعومي ليفربول وإدارته بأنه الفريق قوي نجحاته كويسة في هيكل الآن أفضل وقت نغير مدرب بنفس الوقت في ستيبنز جيرارد بيحمينا إعلاميا أمام الإعلاميين وأمام الجماهير اللي بتحب أكيد جيرارد إذن لو طلع وين بدي يروح لو أجي بدي أقرأ بتصريحات الرجل بيلمح دائما عمسألة الراحة ومسألة قلة التعب وإني أنا ممكن أشوف حالي بإجازة ممكن هذا الكلام طبعا لو قرر يورغين كلوب يطلع أنا شايف إنه مستحيل يروح مرة تانية عمر حلة بناء يعني مستحيل يروح يبدأ من السفر ويرجع يطلع المستحيل يروح عفريق ثامن الدوري ويخليه بطل أوروبا مستحيل يعمل ذلك الآن مستحيل مش قادر بكفي وما بيستحيل يعني حرام من اللي عمله كله بثبت إنه لازم يسلم أي نادي في الدنيا الكبير في كورة الخدم أنا شايف إنه يعني واحد من الوجهتين كثير قويات الوجهة الأولى ببايرام يونخ بس طبعا مش نهاية الموسمين هاي ممكن بعد موسمين لو بايران قرر غير نجلز يورغين كلوب هو الرجل المثالي لبايرام يونخ ممكن أسكولي لأ ألمانيا هنزف لك أعتقد حيمدله 8-9 سنين فبالنسبة ل يعني بايران يونخ يبدو الخيار المثالي لأله بروح تشكيل قوي أسماء مهمة فريق جاهز وبالتالي تعبه أقل جهده أقل لكن بيحاول يعطي الحماس والروح بدور الأبطال ولمسات التكتيكية المعروفة عشان يحسب أبوه هذا طبعا في حال ناقلز من طلع بعد موسمين في بايران يونخ طيب لو ناقلز من حقق نجاح مذهل وما حيطلع والممكن يروح أنا شايت له سان جيرمن هو الخيار الأقرب đểه على الأغلب باريس سان جيرمن نعم باريس سان جيرمن اللي حيكون أحسن شيkersة كلوب راحة مطلقة واللي حيكون بالنسبة الليه بيدرب بدور جديد أيضا وبيجيب ألقاب جديدة في المكان الجديدة وبالنسبة له سان جيرمن هو بيجيب المدرب اللي بيقاتل بدور الأبطال على كل مباراة وعلى كل لحظة واللي أيضا عنده خبرة كبيرة بتأهيل الشباب بين الأكيديميات والبحث عن بعض المواهب وسان جيرمان عنده مشكلة كبيرة في صيد المواهب المش معروفة في اوروبا يعني دائما بيجيب اللعب اللي احنا بنعرفه رغم انه كلوب ورانا مثلا مع جوتا على سبيل المثال لما تعقد معاه الناس تسألت ليش دفع فيه 40 مع صلاح 35 الان اقل واحد فيهم بيجيبلو 100 بالنسبة لليفربون روبرتسون مثال شهير ايضا كل هدول اللاعبين اثبت انه كلوب عنده علاقاته على الاقل بمحلل الاداء كشفين مواهب اللي بيساعدوك هذا النوع من الصفقات وهذا النوع المنطقي اللي لازم سان جيرمان يضيفه بجانب صفقاته بتاعت النجوم فبيضيفرهم هاي الناحية بضيفرهم الناحية الفنية وناحية الجودة وهو بيكون مرتاح مرتاح جدا بيلعب دوري عنده تشكيلة مثالية بيجيب دور الابطال واموره سهلة اضافة لانه كل سوق انتقالات حيجي يقوله اللي بيدو اياه وبيخلص لك اربع سنين ربما بعدين ينتظر شو ممكن يصير مع هانزف لك يدري بالمانيا طبعا ممكن نحكيه جمهور برشلونة شفت دائما يظل يحكي بي يورجون كلوب عبر شلونة اعتقد كلوب ما رح يغامر هادي المغامرة ما رح يو على رئيس واضح جدا انه بتدخل بكل شي وبشترت كده كده يعني ما اعتقدش كلوب مع لابورتاش عصيتهم هتركب اضافة لانه كلوب مش مضطر يغامر بمسيرته يعني مش مضطر يروع برشلونة وبعدين ما يجيبو لهوش لعبة يروح يجيبو له ويفشل ويصير نقول كلوب فيشل مع برشلونة مش مضطر يفعل ذلك اما بخصوص ريال مدريد ممكن يعني ممكن اشوف هادا بصير ممكن اشوف ان ريال مدريد بيحاول يحاول جونيور افضل يدور على خطة اقوى بس كمان يعني قليلا احكي باشوفش ريال مدريد بيتحرك لواحد بشخصية يورجون كلوب وصراحة يورجون كلوب في المؤتمرات الصحفية فاشوفها بعيدة طبعا هادا كله ايضا بيعدمد على نجح انشلوتي من عالمه اذا لو انا بدي اشوف تيجي ايطاليا ما اعتقدش في حدا معايا يدفع راتب كلوب في ايطاليا اللي دا عملت نحية مالية مطلقة وبعدين مرة ثانية كلوب حيروح يلعب بدوري بعيد بدي يبلش يبني ويرجح فبس تبعد ايطاليا فبالمنطق عم بشوف اما بيرامينك كخيار اول لو فشل ناجلزمن بريس سان جيرمن كخيار ثاني لو ما فشل لانه اعتقد بكتينو سنتين سنتين ونص وحيمشي زي ما مشى غيره من سان جيرمن هذا بخصوص مستقبل يورجين كلوب احكوا لي بالنسبة لكم وان شايفين يورجين كلوب بعد فترة